تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى مارينا المرأة الأقوى في عالم كرت القدم مديرة نادي تشيلسي أنا عملت عنها في الماضي فيديو كامل في قناتي على يوتيوب أشرح قوتها وتمييزها وهذا الصيف قوتها ما كانت بشراء اللاعبين مثل ما كان الصيف الماضي بل هالمرة ببيعهم في الوقت اللي عانت كثير فيه أندي كبيرة مثل برشلونة يوفنتوس مان يونايتد بالتخلص من اللاعبين اللي ما بدهم إياهم تشيلسي اشتغل بطريقة مميزة قام بعمل مبهر اتخلص من كل ما لا يريده تقريبا وبأموال جيدة مثلا باعوا تامي أبراهام الاحتياطي في صفوفهم بأربعين مليون يورو لروما وزوما راح لوستهام مقابل خمسة وثلاثين مليون وتوموري لميلان مقابل تسعة وعشرين وزبكوستا لأطلنطا مقابل تسعة مليون حتى جيروا ما سمحوا له يرحل مجانا وأصروا على الحصول على مقابل مالي ولو بسيط فحصلوا على واحد مليون يورو كما أن معظم الإعارات شملت مبالغ مالية ولو بسيطة للشيلسي تشيلسي بيشوف هاي المبالغ البسيطة مع بعض عم تجمع ملايين وبتدفع راتب أحد النجوم عنده والنتيجة المالية في سوق الانتقالات حتى صباح 30 أغسطس 2021 كانت مميزة جدا إنهم حققوا أرباح في السوق بقيمة خمس مليون يورو رغم التعاقد القياسي مع روميرو لوكاكو يعني حصلوا على أموال أكثر مما دفعوا البعض يعتبر ما يجري دليل واضح على قوة مارينة مديرة تشيلسي المميزة والذكية وذكاء منها إنها ما أعطت اللاعبين اللي يشاكي فيهم عقود عالية الأجور بشكل يخلي من الصعب جدا تتخلص منهم ولكن أيضا في سبب آخر لازم ما ننسى تشيلسي بيملك شبكة علاقات طيبة مع عديد من الأندية المتوسطة والكبيرة حول أوروبا ساعدوا في ذلك على الأغلب جيش المعارين القديم اللي كان عنده فيه أكثر من 70 لاعب فبالتالي بنى شبكة علاقات من خلال تعاقدات وإعارات وتواصل قديم فيما بين وبين هذه الأندية وأكيد مارينة مع هذا السوق كسبت المزيد من الاحترام في الوسط الرياضي لأنها في عز الأزمة قدرت تغير تشكيلة الفريق وبنت فريق جديد فاز بدور الأبطال وما ترددت بإنها تخبر مدرب محبوب مثل لامبرد بضرورة رحيله ونجحت بالرهان على توخيل ووفرت له سبل العمل المنطقي على عكس حاله في باريس سان جيرمان والآن ما ضل عندها تقريبا أي لاعب ما بدو يا المدرب أو النادي مرحل جديد نفهم فيها ليش بسموها المرأة الأقوى في عالم كرة القدم بالنسبة لكم هل بتشوفوا تشيلسي قام بعمل مميز فعلا بسوق الانتقالات ولا لا وكالعادي بذكركم لو سمحتوا اتركوا لايك على الفيديو وشاركوا مع أصدقائكم المهتمين بنادي تشيلسي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة